سهلت سنوي انا سهلا بكم في اه الاحياء وعلوم الارض والنهاردة بنتكلم مع بعض على المعادن والصخور يعيش الانسان طبعا على سطح الارض وبيعيش فوق القشرة الارضية طبعا بيستفيد من الزراعة واللي هو طبعا الزراعات اللي بيزراحها وبيسكن في منازل يبنيها من مواد طبعا بيستخرجها من صخور ومعادن الارض ولازم تعرف يا شباب ان في عناصر تتجمع تعمل المعادن والمعادن بتتجمع تعمل صخور والصخور بتتجمع بتعمل القشرة الارضية والانسان بيستفاد من مواد بيستخرجها من القشرة الارضية صخور ومعادن وطبعا لازم يتم دراسة هذه مواد القشرة الارضية عشان يستفاد منها طبعا الانسان بيعيش وطبعا بيستفاد منها مباشرة وتصعب الحياة بدونها سواء في السلم أو الحرب والإنسان ابتدى يتعرف على المعادن منذ القديم ففي إنسان العصر الحجري استخدم معدن الهيماطيت الأكسيد الحديد الأحمر والليمونايت أكسيد الحديد الأصفر واستخدم الصبغة بتاعتهم في الرسمة على الجدران والكهوب بتاعت المعادن ثم بعدها اصدهرت صناعة الفخار من معادن الطين لما تعرف الإنسان على النار ثم بعد ذلك إنسان المصر القديم استخدم أحجار زينة زهية الألوان زي الفيروز والملاكيت والزمرد طبعا استخدمها كأحجار زينة والآن نستخدم الإنسان الحالي كثير من المعادن في الصناعات يبه احنا حاليا بنستخدم معادن في الصناعات ونستخدمها في الحياة اليومية طبعا ناخد أمثالة القالصيت كربونات الكالسيوم يستخدم في صناعة الأسمنت يبه صناعة الأسمنتكال سايت الكورتز سيني أكسيد السيليكون يستخدم في المصنوعات الزجاجية أما أكسيد الحديد اللي هو المغناطيت أكسيد الحديد المغناطيسي والهيماطيت أكسيد الحديد الأحمر يستخدم في صناعة الحديد والصل للبناء وصناعة السيارات والسكك الحديدية أما الفلزبار سيليكات ألمونيوم لا مائية يستخدم في صناعة الخزف طيب يبه القشرة بتاعتنا الأرضية بتتكون من كم نوع من الصخور ثلاث أنواع نارية ورسوبية ومتحولة في ثلاث أنواع من الصخور الصخور بتشترك مع بعض أنها بتتكون من معادن مس فيها شباب أحيانا قليلة نجد أن الصخر يتكون من معدن واحد يسمى صخر وحيد المعدن زي صخر الحجر الجيري اللي هيتكون من معدن الكالسيت كربونات الكالسيوم وفيه طبعا غالبية الصخور تكون من أكتر من معدن زي مثلا صخر الجرانيت يتكون من كورتز وفلزبار ومايكا وتشترك المعادن في بعض الصفات وليس كل الصفات طب ما عاوزين نعرف يعني إيه معدن تعريف المعدن تعريف المعدن المعدن هو الوحدة الأساسية التي يتكون منها الصخر يبه لما المعدن يكون صخر يبه هو الوحدة الأساسية لتكوين الصخر طب بالنسبة الواحد ديولوجي متخصص في المعادن والصخور يقول لنا إيه يقول لنا لازم المعدن تكون لشروط مادة صلبة غير عضوية يعني مفاش كربون ما تكونش سائلة بتتكون في الطبيعة ما فيش حد يقول لبه كون معدن في بصنع معدن لا ما ينفاش تصنيع ده بتكون في الطبيعة وله تركيب كيمياء محدد وشكل باللوري مميز طب المعادن يا شباب كغيرها من المواد الطبيعية بتتكون من عناصر يبه العناصر تتجمع بتعمل معادن وفي معدن عنصري يعني بتكون من عنصر واحد زي الزب والكبريت والنعاس والفضة وكذلك الجرافيت والماس يتكون من عنصر الكربون لكن غالبية المعادن بتتكون من اتحاد عنصرين أو أكتر يرتبطوا معن ارتباط حسب قوانين الكيميا وطبعا الشكل اللي هو السالب مع الموجب والشكل الحامدي والشكل القاعدي ويرتبطوا بروابط زي مثلا القوارتز المارو اللي بتكون من سينوكسيد السيليكون يبه المارو السا اي او تو ده المارو يبه بتكون من سيليكون اكسوجين اون سورين وفيه الكالسايت الكالسايت اللي هو الكالسايت اللي هو كربونات الكالسيوم سي اي سي او سري يبهو تتكون من الكالسيوم يتكون من الكالسيوم والكربون والأكسوجين ثلاث عناصر ويعرف بكربونات الكالسيو طب الإنسان تعرف على كام عنصر تعرف على مية مية عنصر طب منهم تمانية منهم تمانية بيكونوا 98.5 بالوزن من صخور الأرض وتعرف على ألفين معدن الإنسان تمام طبعا في أغلبها بيوجد بكميات قليلة ماشي وطبعا المعادن الشائع زي ترقيمها الاقتصادية قليلة لا تتجاوز متين معدن لا تتجاوز كم معدن؟ متين معدن المكونة للكشرة الأرضية طب الكشرة الأرضية فيها معادن تعد بالعشرات تعد بالعشرات يبقى أنت عندك الكشرة الأرضية المعادن بتاعتها تعد بالعشرات فلازم أسهل الدراسة فتقسم إلى عدة مجموعات يا شباب أشهر مجموعة تبدأ بها السيليكات التاني مجموعة اللي هي في الوفرة الكربونات ثم الأكاسيد الكابريتي دات بالدال الكابريتات معادن عنصرية منفردة في رقن أساسي لتعريف المعدن أن له تركيب كيمياء محدد وبناء زر سابت لكن فيه كمان شق أساسي للمعدن مادة متبلرة يتحكم النظام البلوري لها في خصائصها الفيزيائية وخصائصها الكيميائية تعالوا نبص مع بعض على العناصر حسب الوفرة حسب الوفرة أول عنصر الأكسودين 46 و 6 من عشرة السيليكون 27 و 7 من عشرة الألمونيوم 8 و 1 من عشرة الحديد 5% الكالسيوم 3 و 6 من عشرة الصوديوم 2 و 8 من عشرة البوتاسيوم 2 و 6 من عشرة الماغنيسيوم أقلهم 2 و 1 من عشرة وبقية العناصر ذات القيمة الاقتصادية 1 و 0.5% دولة العناصر الشائعة في القشرة الأرضية 98 و 0.5 بالوزن اللي هم 8 عناصر نعدهم مع بعض 8 عناصر 1 2 3 4 5 6 7 8 8 الماغنيسيوم 8 الماغنيسيوم دولة 8 عناصر ياخدوا كم دولة؟ ياخدوا 98 و 0.5 بالوزن من صخور الأرض 1 و 0.5 بقية العناصر نشوف بقى اللي هو المجموعات المعدنية من حيث الوفرة الأكثر انتشار والأقل انتشار أول مجموعة السيليكات ثم الكربونات ثم الأكاسيد الكابريتات الكابريتات معادة عنصرية منفردة السيليكات كوارتز سينوكسيد سيليكون أرسوكليز فلزبار بلاجيوكليز فلزبار نوعين الفلزبار اللي تدرسهم أرسوكليز وبلاجيوكليز والأرسوكليز فلزبار غني بالبوتاسيوم البلاجيوكليز غني فلزبار غني بالكالسيوم والصوديوم وفيه المايكة وفيه الأمفيبول والبيروكسين والأوليفين والصوان والصوان معدن لا يدخل ضمن صخور النارية مش بيدخل في تركيب الصخور النارية ثم الكربونات الكالسايت كربونات الكالسيوم الدولومايت كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم المالقايت ودوة كربونات النحاس المائية الجنزارة لونها أغضر ثم الأكاسيد اللي هي ماطايت توكسيد الحديد اللي هو الأحمر والماجناطايت تكسيد الحديد المغناطيسي تبع الأكاسيد ثم البيريت والبيريت كبريتيد الحديد والجالينة كبريتيد الرصاص والسيفالاريت كبريتيد الزينك ثم في اللي هو الجبس والإنهدرايت والباريت الجبس كبريتات الكالسيوم المائية الإنهدرايت كبريتات كالسيوم لامائية الباريت كابريتات الباريوم ثم المعدن العنصرية كربون جرافيت وميس وزهب ونحاس وكابريت لازم نعرفهم ونحفظهم طبعا المعدن بيتكون من ترتيب زرات العناصر ترتيب منتظم متناصق ترتيب الزرات يكون معدن ولازم الترتيب مش عشوائي ترتيب منتظم متناصق يدي شكل بلوري وجسمه هندسي اللي هو المعدن ويدي الشكل البلوري الخاص بالمعدن ويدي البلورة بتاعته اللي هي جسمه هندسي مصمت وتكون أسطح الخارجية تعرف بالأوجه البلورية زي مثلا هناخد نظام بلوري لمعدن الهاليت كولوريد الصوديوم ملح صخري ملح الطعام يتكون من اتحاد أينات الصوديوم الموجبة مع الكولور السالم في نظام النظام ده يكون تكراري بينتج عنه نظام واضح لمعدن الهاليت وهو المكعب يبا الشكل بتاعي باللورة الهاليت زي ما احنا شايفين في الرسم باللورة مكعبة باللورة الهاليت باللورة مكعبة بتنتج من اتحاد الصوديوم والكولور في نظام تكراري النظام ده بيعكس اللي هو شكل المعدن وخلي بالك من الشكل البلوري للمعدن والبلورة البلورة جسم هندسي مصمت الأسطح الخارجية بتاعته تعرف بالأوجه البلورية ومعدن الهاليت البلورة بتاعته بتكون مكعبة يا شباب كده خلصنا الجزء الأولاني من المعادن وطبعا مهم جدا المعادن اتكلمنا النهاردة على المعادن وبعض أنواع الصخور ومعدن عنصري وطبعا خدنا معادن عنصرية وخدنا صخر يتكون من معدن واحد الصخر اللي بتكون من معدن واحد اللي هو الحجر الجيري ده صخر يتكون معدن الكالسايت وفي الجرانيت بيتكون من ثلاث معادن اللي هو الفلزبار والمايكا والكوارتز وخدنا فيه معادن عنصرية زي الجرافيت وزي الزهب وزي الماس معدن عنصري وعرفنا ازاي بيتكون المعدن وخدنا الشكل البلوري المميز للهاليت مكعبي وخدنا أشهر العناصر في الكشرة الأرضية اللي هو الأكسجين وأقل انتشار الماغنيسيوم أشهر مجموعة انتشار سيليكات أقل مجموعة في الانتشار المعادن العنصرية المنفردة وكده ان شاء الله يكون لكم أعلى الدرجات يا تلتة سنوية ونتمنى منكم لايك وشير عشان نقدر نكمل وتشير الفيديو لكل أصحابك